مساء الخير يا حبيبي مساء السعادة عملين ايه يا رب اكونوا بخير يا حبيبي عملنا فرخة بالخضر النهاردة تستاهل بققكم يا حبيبي حضرنا الكبه بتاعتنا وحط فيها البصل ثلاث بصلات كده وسط هنفرومهم هنزلهم في البولة وحط معلقة ونص ملح معلقة فلفل صغيرة نص بصل بودر ونص طوم بودر هنقلب الخليط كله مع بعضيه هنسيبهم بقى ياخدوا يدوا مع بعضهم شوية ونحضر الخضر بتاعنا كان عندي في التلاجة قلت لك نستفد بالخضر كله بدل ما نرمي حاجة يا حبيبي كوسة وجزر وبطاطس حاجة ايه بقى هتسيب اللحمة واتسيب الفراخ وحتاكل الخضر الجميل اللي شرب من الفرخد والحياء والبصل والحاجات الجميلة هنقطع الخضر بتاعنا كده قريب من بعضي عشان يستوي كله ياخد سوا واحد جميل قوي كده هنعب الخضر في الصينية بتاقتنا هنزل عليه باكتر من نص الخلطة اللي انا عملتها البصل والحياء بتاعنا هنسيبهم شوية همسكت الفرخة غسلتها وقطعت الجزء اللي فوق ايوه كده عايزين ايه نكسر العظم كده وقلونا رأيوكو ايه بقى عايزين خروجات وفلوجات ولا عايزين بقى اكله ولا ايه حبيبي قولولي ماشي اعملونا في الكومنتات يا حبيبي ما تنسوناش حيقت الفرخة كده ببقية البصل وخليتها شوية طبعا كده ايه تحيق وبعدين حطيت الجريلة على النار كنت حطة شوية زيت كده قمت معلقتين زيت دورة ونزلت بالفرخة هنديها تقريبا خمس دقيق كده وخمس دقيق كده والله على اللون الجميل ده هسيبها برضو تاخد وش من ناحية التانية هنحيق بقى عنديهن وش الفرخة ووش الخضار ملح وفلفل وطن بودر وبصل بودر وتقريبا معلقتين زيت زتون معلقة صلصة صغيرة هنقلب كل الخليط مع بعضيه هحطي كده الخضار في كاعة الصينية هنزلنا بالفرخة يا حبيبي كده هندهم بقى ايه وش الفرخة ووش الخضار بالخلطة اللي عملناها اكلة تحفة اكلة حكاية اكلة سهلة واكلة بسيطة هتناها في الفرن وطلعناها بالمنظر الجميل ده ايه رأيكو بقى يا حبيبي افضلوا معانا اشتركوا في القناة